اشتركوا في القناة في باكورة انشطة الاتحاد العربي للهجن فيما حقق المنتخب الاماراتي المركز الثالث وبعد السباقات توجى سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد رئيس الاتحاد العربي للهجن وفدى مملكة البحرين برئاسة السيد علي بن محمد الفاضل المري نائب رئيس اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي والسيد محمد بن عايض العزيز المري عضو مجلس إدارة اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي مدير منتخب الهجن بالكؤوس الذهبية في الأشواط الثلاثة التي فاز فيها منتخبنا ترجمة نانسي قنقر